أهلاً وسهلاً بكم أحبائي طلبة الصف التاسع الأساسي معكم المعلمي وعد غباري من مدارس الجنان الدولية درسنا اليوم في مادة العلوم والحياة تحديداً في الوحدة الخامسة وحدة الضوء والحياة درسنا اليوم هو درس الثاني من الوحدة الخامسة ودرسنا بعنوان إنعكاس الضوء وتطبيقاته إذن في هذا الدرس سنتعرف على مفهوم إنعكاس الضوء وأهم تطبيقات نسلف ونبدأ سوياً بمراجعة خصائص الضوء الضوء شكل من أشكال الطاقة والضوء ينتقل في الفراغ أي أن الضوء لا يحتاج إلى وسط مادة ينتقل من خلاله سرعة الضوء كبيرة جداً وتبلغ 300 ألف كيلومتر في الثاني وهي أكبر سرعة عرفت حتى الآن الضوء ينتقل في خطوط مستقيمة والضوء يخترق المواد الشفافة ولا يمكنه اختراق المواد المعتمة في حين يمكن أن ينفذ جزء منه إلى بعض الأجسام كالبلاستيك والزيت وتسمى مواد شبه شفافة لو عدنا إلى المواد الشفافة نرى أن نفاذية الضوء في الوسط الشفاف تقل بزيادة سمكه أي أنه كلما ازداد سمك الوسط الشفاف يقل مقدار الضوء النافذ من خلاله هذا يعني أن الوسط الشفاف ينتصى جزء من أشعة الضوء ومن الأمثلة على ذلك أو من التطبيقات على ذلك قيعان البحار والمحيطات بحيث تكون قيعان البحار والمحيطات معتمة ولا يصلها ضوء الشمس وهذا دليل على امتصاص الماء وهو وسط شفاف لأشعة الشمس إذن تقل نفاذية الضوء في الوسط الشفاف بزيادة سمكه ماذا نعني بنعكاس الضوء؟ إنعكاس الضوء هو ارتداد أشعة الضوء عند سقوطها على جسم معتم هيا بنا نتعرف على بعض فوائد إنعكاس الضوء بداية رؤية الأشياء من حولنا حيث أن إنعكاس الضوء عن الأجسام المحيطة بنا هي التي تساعدنا على رؤية هذه الأجسام هيا بنا نرى هذه الوردة الجميلة كيف نستطيع رؤية هذه الوردة؟ نحن نراها من خلال إنعكاس أشعات الضوء الساقطة عليها تكوين الضل للأجسام انظر إلى الصورة التالية هذه الصورة هي صورة مزولة المسجد الأقصى وهي أدى كانت تستخدم قديما من أجل تحديد أو تقدير الوقت كما كان يستخدم ظل الأجسام في تحديد الاتجاهات هيا بنا نتعرف على أنواع الإنعكاس هناك نوعان من أنواع الإنعكاس النوع الأول هو الإنعكاس المنتظم والإنعكاس المنتظم هو إن إنعكاس أشعة الضوء في اتجاه واحد ويحدث عند سقوط الضوء على سطح أملس ومسكول مثل سطح المرأة هذه الصورة هي صورة الإنعكاس منتظم عن سطح مرأة لذلك نرى الأجسام بوضوح في المرأة لأن إنعكاس الأشعة عنها يكون إنعكاس منتظم والنوع الآخر هو الإنعكاس غير المنتظم وهو إنعكاس أشعة الضوء في اتجاهات متعددة ويحدث هذا الإنعكاس عند سقوط الضوء على سطح خشن مثل سطح الطاولة والصورة الثانية تبين لنا إنعكاس غير المنتظم ويحدث فيه تشتت للضوء وبالتالي لا تستكون لدينا صورة واضحة للأجسام ويحدث عند إنعكاس الضوء عن أسطح خشنة ما رأيكم يا أحبابي طلبة الصف التاسع هل ينعكس الضوء عن الأجسام عشوائيا أم هناك قوانين تحكم إنعكاس الضوء؟ بالتأكيد هناك قوانين مهمة لإنعكاس الضوء هيا بنا نستنتج سويا هذه القوانين هيا بنا نستنتج القانون الأول في إنعكاس الضوء وننظر سويا إلى هذه الصورة في هذه الصورة نرى مرآة مستوية وشعاع يسقط على هذه المرآة عندما يسقط شعاع ضوء على سطح مرآة ويسمى الشعاع الساقط في نقطة معينة هنا ورمزنا لها بالرمز سين تسمى هذه النقطة على المرآة نقطة الإنعكاس وهي النقطة التي يحدث عندها إنعكاس الشعاع الساقط سوف ينعكس هذا الشعاع الساقط على المرآة ويسمى الشعاع الناتج عن الإنعكاس الشعاع المنعكس من أجل تحديد كل من زاوية السقوط وزاوية الإنعكاس نقيم عمود على المرآة عند نقطة الإنعكاس وهو ما يرمز له في هذه الصورة باللون الأحمر ويسمى بالعمود المقام نرى أن هذا العمود مقام على المرآة المستوية عند نقطة الإنعكاس الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط على هذه المرآة والعمود المقام عند النقطة سين تسمى زاوية السقوط إذن زاوية السقوط هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام على نقطة الإنعكاس والزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقام على المرأة يسمى زاوية أو تسمى زاوية الإنعكاس إذن زاوية الإنعكاس هي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقام على المرأة عند نقطة الإنعكاس هيا بنا سويا نستنتج العلاقة بين زاوية الإنعكاس وزاوية السقوط هيا بنا نشاهد هذا الفيديو سويا من أجل استنتاج العلاقة بين زاوية السقوط وزاوية الإنعكاس نرى في هذا الفيديو طبعا اللون القوي هذا هو الشعاع الساقط والشعاع الخافت هو الشعاع المنعكس نرى أنا زاوية السقوط أصبحت عشرة وبنفس الوقت زاوية الإنعكاس عشرة زاوية السقوط أصبحت عشرين وزاوية الإنعكاس أيضا عشرين زاوية السقوط ثلاثين وزاوية الإنعكاس ثلاثين أصبحت زاوية السقوط أربعين وزاوية الإنعكاس أربعين هذا يعني أن زاوية السقوط تساوي زاوية الإنعكاس في كل مرة زاوية السقوط هيا أصبحت ثمانين وأصبحت زاوية الإنعكاس أيضا ثمانين هذا يعني أن القانون الأول من قوانين إنعكاس الضوء زاوية السقوط تساوي زاوية الإنعكاس القانون الثاني هو أن شعاع الساقط وشعاع المنعكس والعمود المقام على سطح العاكس جميعها تقع في مستوى واحد وهذا كان واضح من الصورة السابقة وهذه قوانين إنعكاس الضوء يجب أن نفهمها ونحفظها جيدا إذن زاوية السقوط تساوي زاوية الإنعكاس والشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام على سطح العاكس جميعها تقع في مستوى واحد وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم أراكم وألتقي بكم إن شاء الله في الحصة القادمة أو الفيديو القادم وتكملت هذا الدرس بإذن الله وأعطيكم ألف عافية بتمنى نتابع النور سبيس ونحل ورقة العمال نرحبات لكم إياها على هذا الفيديو أمسو الله ومع السلام